اشتركوا في القناة التالتة والربعة يعود التوفيق تاني للنادي الاهلي. خلينا بس يعني استعد مع حضراتكم النادي الاهلي اصدر بيان عن واقاية طبعا لجوء محمد الشيبي لعب بيرامدز للمحاكم المدنية وجاء في البيان الاتي. الاهلي يطلب ردا عاجلا من اتحاد الكرة لتصعيد ازمة مخلفة اللواح للجهات الدولية. ارسل النادي ظهر اليوم خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم. يطلب فيه ردا نهائيا وعاجلا لاستكمال الاجراءات قبل التصعيد امام الجهات الدولية المختصة. بشأن مخلفة لوائح الاتحادين المصري والدولي. من جانب محمد الشيبي لاعب بيرامدز باللجوء للمحاكم المدنية كل التقدير لدوره. وقيامه برفع دعوة قضائية ضد لاعب الاهلي حسين الشحاد. وقال الاهلي في كتابه انه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة لتطبيق اللوائح. الأولى في سبعة اتناشر عشرين ثلاثة وعشرين. وتلقى النادي حين ذلك. حين ذاك ردا من الاتحاد في أربعة واحد عشرين اربعة عشرين. يؤكد فيه على ان اللاعب المنافس بالفعل. خالف لقاحة النظام الاساسي للاتحاد المصري. لكرة القدم. ولقاحة فيفا. وان الجهة المنوطة بالنظر في الواقع التي جاءت ضمن احداث اللقاء. وفقا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات. التي قامت بدورها وعقابة حسين الشحاد. بالإيقاف مبارتين وتغريمه عشرين الف جنيه. وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط. بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة. وهو ما لم يحدث حتى الآن. خلينا أقول البيانة المرة تانية لحضركم. الخبر يا جماعة. خلينا أقول لحضركم الخبر مرة تانية. الأهل يطالب ردا عجلا من اتحاد الكرة. لتصعيد أزمة مخالفة اللواح للجهات الدولية. أرسل النادي ظهر اليوم خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم. يطلب فيه ردا نهائيا وعجلا لاستكمال الإجراءات. قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة. بشأن مخالفة لواح الاتحادين المصري والدولي. من جانب محمد الشيبي لاعب بيرامدس باللجوء للمحاكم المدنية. كل التقدير لدوره. وقيامه برفع دعوة قضائية ضد لاعب الأهل حسين الشحات. وقال الأهل في كتابه أنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة لتطبيق اللواح. الأولى في سبعة تناشر عشرين تتواشرين. وطلقى النادي حينذاك ردا من الاتحاد. في أربعة واحد عشرين أربعة وعشرين. يؤكد فيه على أن لاعب المنافس بالفعل خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لقرة القدم. ولائحة فيفا. وأن الجهة المنوطة بالنظر في الواقع. التي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات. التي قامت بدورها وعقبت حسين الشحات بالإيقاف مبارتين وتقريم عشرين ألف جنيه. وتمت إحادة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط. بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة. وهو ما لم يحدث حتى الآن. ده كان الخبر. ويعني اللي أصدره النادي الأهل هو صدر منزو قليل. ويعني قلناها لحضراتكم. وأكيد نادي الأهل هو أكتر المؤسسات الرياضية في مصر التزام باللوائح والقوانين. ودايما بنشوف ده. زي ما أنا بلتزم باللوائح والقوانين. أتمنى الآن دي المنافسة واللعبين المنافسين يلتزموا باللوائح والقوانين. ده أهلي لي خطوات قانونية بياخدها دايماً بتبقى مدروسة ومحسوبة. وكل شيء بيكون بمعاد ومدروس. إن شاء الله بإذنك يا رب النادي الأهل دائماً أبداً يكون يعني في المقدمة. خلينا نرجع لمباراتنا النهاردة. كابتن سلعاوي مبارات النهاردة طبعاً يعني في حالة من عدم التوفيق غير طبيعية. يعني أنا أول مرة أشوف النادي الأهل مش موفق بالشكل ده. تعليقك يعني. تعليق يعني إن هي مباراة عايز أقول إن مباراة عنوانها يعني أول التوتر والشد العصبي على الفريقين. مش على فريق واحد. لا بس لسة بالاتحاد كويس. لكن هي عملية التوفيق اللي هو شوية جمجاني بالنادي الاتحاد الاسكندري. هي عبر عن بداية قوية من الاتحاد. قبلها بداية قوية من الاتحاد. قبلها الدفاع من الأهل. يعني أحسن حاجة فيها الضنك بتاع آآ 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 آ� ما فيش كلام بينهم لكن إن شاء الله الشوت الثالث والرابع يتحسن الأداء كما عوضونا يعني والتحاد فريق قوي وفريق محترم ولكن لازم اللعيبة يعني تلعب عشان تبدع وتمتع الناس يتمتع الجمهور اللي بيتفرج عايز أقول كمان إن لازم الأهل الشوت الثالث والرابع يفرض أسلوب لعبه بقى على الاتحاد سكندري اللي بيحصل النفير باون من جانب الاتحاد سكندري بيقى فيه ترانزيشن أوفينس عندنا سريع جدا بيقابله دفاع بيكون لسه ما راجعوش فهو ده اللي عمل الفرق اللي وصل ل 15 بونت وبعدين نزل لغاية 9 بونت أشكرك يا كابتن خليني بس نقول قبل ما نروح لكابتن نبيل بعض الأرقام الأكيد كابتن نبيل هتفيده في رأيه وكابتن سلعوي ومقارنة بين الفرقين سريعا الفيلد جول أو محاولاتك على السلة أنت نسبتك 26% نسبة الحقيقة قليلة جدا جدا في الوقت الاتحاد السكندري نسبته برضو قليلة بس مش زينا أو كده نسبة الاتحاد سكندري الفيلد جول 38% نحن النهاردة بنتكلم في 16 محاولة على البسكت جابهم نادي الاتحاد واحنا جبنا 9 محاولات فقط نسبة لحقيقة قليلة من الأقل النسب اللي شفتها للنادي الأهلي في الفيلد جول في تاريخي أو تاريخ الفرقة دي أو تاريخ الجيل ده النهاردة 2 بوينت خلاص 2 بوينت جزء من الفريد سرو خلينا نروح لتاتا بونت تاتا بونت احنا بنتكلم في نسبة 15% نسبة قليلة جدا 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 شايتين 13 تاتا بونت كفرقة جايبين 2 وده رقم قليل جدا جدا في وقت الاتحاد السكنداري والذين السناتر هما اللي جايبنا نعم الاتحاد السكنداري نسبته 25% يعني أفضل مننا ب10% الاتحاد السكنداري جايب 3 تلاثيات في الموتش أو الشوت الأول نسبة الفريد سرو احنا الاتنين الحال من بعضه 66% نسبة الفريد سرو عندنا إلا ما يكن احنا شوتنا أكتر هما شاته أقل عندنا الريباوند هو هو نفس الاحنا جايبين 27 ريباوند هما جايبين 26 ريباوند التعاود الواحد كابتن نبيل أسمع تعليق حضرتك على هذه الأرقام هو البداية المبرارة كان متكافأة الكوارتر الأولاني يعني قدر التحاد ينهي بفرق خمس مقاط احنا عندنا مشكلة من بداية الكوارتر الثاني يغاية الديئة سبعة هما وصلوا 34 وإحنا وصلنا 19 نعم فهما يعني هما تقريبا حطوا 9 بونت وإحنا حطينا 3 بونت مع نهاية الكوارتر الثاني قدرنا لحد ما مع تقلق من عمر الجندي قدرنا أن احنا نرجع للجيم لحد ما وفضل كان دقيقة أو 20 ثانية وكان السكور سبعة وتلاتين تمانية وعشرين اللي هو انتهى عليه المبرارة وخدنا أربع هجمات وارا بعض للأسف اتصرفنا فيهم كيجو جلالية بالواحده وعندك تيرنوفر في اللي بايس عالله بروان سرحان نعم فبرضو ده مش يعني معدل وحش إحنا بس المشكلة برضو إن أنا شايف إن معدلنا وحش 14 بونت في كل كوارتر لا يعتبر هجميا قليل أنا معاك يا كابتر أنا شايف مشكلتنا بالرغم اللي أنت بتلقى بالاتحاد فريق كبير عند حلول هجمية فلازم هيجيب كده أنت مشكلتك لو في الهجوم موفق لا تطلع إيكوة لو تطلع كسبا بالرغم اللي أنت عامله في الدفاع علشان كده وده ناتج برضو إن إحنا عشان كده معسألنا الرميات السلسية نسبتنا قليلة فيها 15%؟ الفيلد كل 26%؟ نسبة قليلة جدا جدا هي دي نسبتين الأساس إنما أنت في الريباوند زيك زيه في الاسست زيك زيه قريب جدا أنت في الاسست جاب 6 أسست هو جاب 7 أسست قريب كل التوتر ريباوند أنت قريب منه في كل حاجة بس ماتش مغلق جدا جدا بس أقول لك يا كابتر بس بأمان إحنا خدنا فضينا فالنهار ده إحنا أنا وجهة نظري ما عرفش وجهة حضارك لو إحنا في الوفنس جبنا بس كورتين تاتا بوند من اللي جلو كنا نطلع لسكور 6 أربعة أو 3 أربعة بس أنا مش هكلمك في كل اللي حصل ده لو نجحت بس في كورتين تاتا بوند ملي شطناهم فضيين كلنا شطنا فضيين يعني باستثناء مثلا شطة شطة مهيب في الآخر مزنوب في خلال 24 سنة إنما كلنا شطنا يعني طيب لو عادي التوفيق هو دي يعني إحنا ناقص لسه كورتين لسه وفي نفس الوقت إحنا مش سيئين بس مش موفقين لو رجع التوفيق شوية مع يعني الحماس من لعيبة إن هي لا المباراة لسه بادري ونقدر نرجع لجم أعتقد إن إحنا ممكن نرجع لجم بسهولة نعم كابتن سلاوة بنروح للملعب شايف إزاي نقدر نعوض الفرق ده في تاتا الرابعة هل بدتكع بس ولا بتوفيق وتركيز أكتر في الجم يا لازم يكون في تركيز ولازم تفرض سيطرتك ولازم تستحوز على السلتين ولازم توقف الترانزيشن بتاعهم يعني في حاجات بسيطة جدا لو وقفت إحنا لأنه إنت بيعمل إيه كوة الدفاعك بيديك إيزي ليا يعني لما بتعمل دفاع جيد وكل واحد مسؤول على الراجل بتاعه وبإمكان في الدفاع قوي بتاخد إيه إيزي ليا السلافة كابتن خايف من إيه أنا خايف إن عدم التوفيق لقابلنا في الأوفينس ده وده ده الحاصر اللعبية تخيفة لعبة البسكت لا ويجب بتحصل معنا خبرات اللعيبة يعني الوحيد اللي بيحاول عمر الجندي وهب أمين ولكن النهارده اللعيبة عندها مشكلة لما بتجلي النهارده مروان سرحان جاله كورتين ثلاثة فاضي ولدرجة إن سيف سمية في آخر ماتش خده وهم خارجين قلت لبس قاله يا ابني شوت أنا شايف الكلام يا ابني فاضي شوت فهو بدأ يقلق يجلي ولا جاء يلا خلاص لحظاته تنطلق المباراة استأذنك لسه شوية يا جماعة لسه نروح يلا خلاص استأذنك كابتن خلاص ده يعني زي ما حداكم شايفين فريتين نزلوا وسخنوا كمان بين الشوتين وخلاص هي عشر داية بتبقى عشر داولة ربع ساعة بتبقى بين الشوتين عزيزي المشاهدين خلينا نرجع تاني لصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من اكتوبر لنقل احداث الفترة الثالثة والرابعة من نهاي كأس مصر موسم تلاتة وعشرين اربعة وعشرين مع معلقنا الكبير الكابتن احمد مناع فالى هناك